اشتركوا في القناة وضمن النشرة نتابع اكاديمية جهة جليمي ممادلون تحتفي بالتلميذة صاحبة اعلى معدل في امتحان الباكالوريا على صعيد الجهة ومن العيون نتابع الاطر والاساتد المتدربين بالمركز الجاوي لمهن القربي والتكوين بالعيون ينخرطون في عملية الإنسانية للتبرع أهلا بكم من جديد أكد كلود كيرين عضو مجلس الشيوخ عن منطقة بارانو نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية اليوم الاثنين أن المغرب يعد شريكا لا محد عنه في عملية تنمية الاتحاد الأوروبي ليس فقط من حيث الشق الأمني ولكن أيضا عن الصعيدين الاقتصادي والسياحي وأكد عضو مجلس الشيوخ الفرنسي في تصريح عقب محادثات جمعته مع القنصر العام للمملكة بسترسبرغ أن فرنسا وأوروبا في حاجة إلى المغرب الذي يمثل بوابة بوابة ولوج نحو إفريقيا ذلك بفضل العمل الممتاز الذي أنجزه صاحب الجلال الملك محمد السادس في هذا الاتجاه أجرى سفير المغرب في وارسو سيد عبد الرحيم مع ثمون اليوم الاثنين لقاء العمل مع فاعلين اقتصاديين بولونيين تم خلاله استعراض فرص الاستثمار في المملكة وتطرق للتسهيلات المالية واللوزيستية التي يتم وضعها رهن إشارة المستثمرين العجانب وخاصة في الأقاليم الجنوبية التي تتمتع بميزايا بمزايا عديدة من جانبه عبر رئيس مجلس عبر رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيات الحديثة في بولونيا وعلى نطاق أوسع في أوروبا الشرقية عن اهتمامه الكبير بالفرص التي تتيحها المملكة معكداً همية المؤهلات التي تتمتع بها المملكة وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادي أزيد من 21 ألف تلميذ وتلميذة هو عدد الناجحين في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا دورة يونيو وما يعادل نسبة نجاح تصل إلى 68.43% تقرير لمحمد تلوز عدد الناجحين في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا دورة يونيو بلغ هذه السنة 221.031 تلميذ وتلميذة أي بنسبة نجاح تفوق 68% مقابل 63% في نفس الدورة في السنة الماضية أعلى معدل عام على المستوى الوطني بلغ 19.53% بسلك العلوم الفيزيائية بالمديرية الإقليمية لمراكش وبالنسبة للمتمدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية نسبة النجاح بلغت أكثر من 66% بينما بلغت النسبة في قطب الشعب الأدبية والأصيلة أكثر من 73% من مجموع الحاضرين بخصوص المسالك الدولية للباكالوريا المغربية فاقت نسبة النجاح 78% وبلغت النسبة في مسالك الباكالوريا المهنية حوالي 60% المترشحون في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الابتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح فقد فاقت نسبة النجاح في صفوفهم 67% نسبة النجاح لدى المترشحين لاحرار فاقت 41% للإشارة فقد بلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذه الدورة 323.022 تلميذ وتلميذ من المتمدرسين أما العدد الإجمالي لمترشحات والمترشحين المتمدرسين المسموح لهم إشتياز الدورة السدراكية فيبلغ 92.581 تلميذ وتلميذ فيما يبلغ عدد الأحرار الذين سيجتازون هذه الدورة 56.813 مترشح ومترشحة وستجر هذه الدورة من الخامس إلى الثامن من الشهر المقبل على أن يتم الإعلان عن النتائج في الحاد عشر من الشهر ذاته والأكاديمية الجاوية للتربية والتكويل للداخل وديا ذهب احتلت الصدار بين نظراتها على صعيد الوطني بنسبة نجاح بلغت 80.28% بخصوص نتائج الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا روبرتاج لبكار ديبي ومحمد ديداس جهة والداخل وديا الذهب تتصدر نتائج امتحانة الباكالوريا على المستوى الوطني نسبة النجاح في صفوفي المتمدرسين بالجهة خلال الدورة العادية لامتحانة الباكالوريا لسنة 2021 بلغت 80.28% في مقابل 62.79% خلال نفس الدورة من سنة 2020 لتحقق بذلك جهة الداخل وديا الذهب المرتبة الأولى وطنيا نفتخر بالنسبة لحقتها الأكاديمية الجهوية طبوة التكوين على الصعيد الوطني وهي المرتبة الأولى في نسبة النجاح يعني بمجموع أو بنسبة نجاح عامة يعني لحق 80.27% وطبعا لدينا مجموعة يعني ما يريح هنا أكثر ويفرح هنا أكثر على أن بعض الشعب فيهم نسبة النجاح 100% مثلا كنشوف يعني علوم الحياة وخياة فرنسية نسبة النجاح فيها 100% علوم 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 رياضية ألف نسبة النجاح فيها 100% كذلك الشعب أدبية الإناث يتفوقن بجهة الدخل ودى الذهب في نسبة النجاح في امتحانة الباكالوريا لهذه السنة عدد الناجحات والناجحين المتمدرسين بلغ ما مجموعه 1038 متمدرسا وبلغت نسبة النجاح لدى الإناث 84.88% في حين بلغ عدد الناجحين في صفوف الأحرار 290 مترشحا ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 49% هذه النسبة فيها ذكور وإناث إذن طبعا كنشوفه غير على أن الإناث من نجموع هذا التلميذات التلميذة التي نجحوا راح كتشكل الناجحات 56.6% 30% يعني طفلات وحتى نسبة نجاح لدى الفتيات راي أكثر من نسبة العامة يعني هي لاحقة في الفتيات 84.88% كان نسبة نجاح على أن هذا يعني فخ كبير للجهة باش تحقق هذا النجاح هذا وتبقى الخطوة والقادمة هي تهيئة هؤلاء التلاميذ المتفوقين لعدد من المباريات الوطنية في المدارس العليا والمعاهد والجامعات من خلال تنظيم أيام تكوينية تحسيسية وتأطيرية وتوجيهية لتحقيق المزيد من النجاح لولوج هذه المؤسسات العليا في المدارس بمعدل يوم هذه التلميذة فخورة في هذه المرتبة التي حتمتها وشكرا على الاستقبال وعلى التتويج لداره في الأكاديمية الجهربية وشكرا والدية لدائما كم السنة لدي فأقوى الحدث خصوصا أننا دوزنا عامين متى تالية وكان هذا التتويج كان هو الذي كان خاصنا وشكرا الأستاذ الذي دعموني سواء على المؤسسات التي تبقى سحرق تهيلية والأستاذ دعم دي المؤسسات نور الحمد لله الحمد لله أنا جيد سعيد بالنجاح دي المؤسسة وفخور بالنجاح المتميز على السعيد الجهة وأشكر جميع الوطور الهدارية والطربوية وبثناء وسبب صحراء وأشكر كل من ساهم من بعيد أو من قريب وأتمنى نجاح لجميع المؤسسات المغاربة هذه الاحتفالية توقفت عند محصلة الموسم الدراسي الحالي في سلك الباكالوريا وهي النتائج التي بوأت جهة قليمي موادن مرتبة مشجعة وطنيا بفضل الجهود التي بذلت لإنجاح هذه المحطة الإشهادية على الرغم من الظرف الاستثنائي حصول على معدلات جيدة يمكن التلميذات وتلاميذ الحاصنين على شهادة الباكالوريا من فتح فاق رحبة وشاسعة لوجول ولوج يعني المعاهد عليا سواء ذات استقطاب محدود أو أخرى ذات استقطاب مفتوح وبالتالي تحقيق الطموحات والأمال للأسار وهذا كي يبرز أن منظومنا التربية ولله الحمد يعني تحقيق نتائج طيبة وأيضا في الآن ذاته تتوج وتحفز المتفوقات والمتفوقين وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم وآمالهم احتفالية بطعم التألق والعطاء والتمييز تكرم التفوق وتحفز على المزيد من البدل في القادم من مصار دراسي وعد وإقليم أس الزاق في صدارة مديريات الطربية والتكوين على صعيد المملكة على مستوى نسب النجاح في مسلك الباكالوريا والتي بلغت 80.89% على صعيد هذا الإقليم الحدود إقليم أحصى عددا مهما من المتفوقين دراسيا بالوسط الحضري وكذل القراوي في المتابعة الحافظ محضار عياد سرتي ومحمود شراك قرية عوين تصنع الحذة هذا الموسم بعد أن تصدر ابنها عبدالرحيم على التمييز والاستحقاق بتصدره قائمة المتفوقين في مسلك الباكالوريا على مستوى الإقليم إنجاز يتوج المسار الدراسي لتلميذ صمم العزم على تبوء الرياضة فكان لهما أراد بفضل قوة المثابرة والكد والاجتهاد الحمد لله تمكنت هذا السنة من التفوق حصل على نقطة على جهة صاعد إقليم أساسك هذا بفضل مجهودات أساتي هذا بفضل مجهودات طيلة السنة رغم أنها كانت سنة صعبة وإستثنائية بسبب كورونا ولكن سطعنا الحمد لله تجاوز هذه المرحلة وحصل على نقطة وهذا شرف للوالدي الحمد لله لأن الأبن ديالي يتفوق وجب المرتبة الأولى على إقليم آسا وهذا يشرف العائلة كبيرة وصغيرة الحمد لله تشكوش بالمتابرة دياله هواية وبالاجتهاد دياله وبالصهر دياله ورغم أن ينساعد ونصح ونبدل حال ديال المسائل ولكن حتى هواية ما بخال حتى شي حاجة الحمد لله ومساعدة موالي الأسات دياله الأطار مديرية إقليم أسزاك لم تخرج عن القاعدة هذا الموسم واحتلت مكانة عالية بين مديريات المملكة حيث حققت أعلى نسب النجاح والتفوق وطنيا محصلة تحسب للعمل الجاد الذي انخرطت فيه الدوائر التعليمية محليا على الرغم من ظروف الجائحة العالمية الشازة من مجموعه 382 مترشح ومترشيحة من المتمدرسين امتحانة البكالورية دورة يونيو 2021 وقد نجح 309 مترشيح ومترشيحة هي بنسبة 80.89% وهي نسبة جد مشاريفة تبوأ بها إقليم أسزاك المرتبة الأولى على المستوى الجهوي نسبة تجعلنا نشكر جزيل الشكر والامتنان لكافة الأطر الإدارية والتربوية وجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية على جميع الجهود التي قاموا بها خلال هذه السنة الاستثنائية محصلة مشجعة بامتياز على صعيد هذه المديرية بهذا الإقليم الحدودي تؤكد بالملموس نجاعة التدابير والخطط التربوية التي مكنت المنطقة وأبنائها من تصدر المشهد التربوي وطنيا في مسلك البكالوريا في موضوع آخر أعلن الوكيل العام للملك رئيس نيابة العامة عن إصدار منشور مشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارتها الداخلية بشأن تفعيل تدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذا المنشور المشترك الموجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يأتي في إطار التحضير لاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة من جانب الناخر دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحزم والصرامة اللازمين جاء ذلك في دورية لرئاسة النيابة العامة حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أهابت بضرورة الحرص على التصدي لكل المخالفات المرتكبة بهذه المناسبة ضمانا لسلامة العمليات المنتخبة وتحقيق لزاهتها نظم المركز الجاوي لمهن التربية والتكوين بجاهة العيون الساق الحمراء بتنسيق مع المركز الجاوي لتحاقن الدم حملة للتبرع بالدم شارك ضمنها أطر المركز ولاساتداء المتدربين وتروم دعم مخزون الدم والذي يعرف خصصا في المتابعة محمد لمينجرح ومحمد مولود ملاخ العشرات من أطر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إلى جانب الأساتذة المتدربين في المركز بادروا إلى المشاركة في هذه الحملة الإنسانية التضامنية الخاصة بالتبرع بالدم حملة تسعى إلى دعم جهود المنظومة الصحية وتقديم يد العون والمساعدة للمرضى والأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية تلبية للنداء الوطني المركز والأطر المتدربين دياله ذو كروئينات كان خرطوا في هذه الحملة الوطنية تبرع بالدم باعتباره هذا الفعل باعتباره فعل تضامني صرف وقد كانت الفئة المستهدفة الأطر الإدارية والتربعوية والأساتذة المتدربين وهذه ليست هي المرة الأولى التي يقوم بها المركز الجهوي بهذه الحملة ففي الأسدوس الأول كانت حاملة أيضا لتبرع بالدم لما فيه من خصال إنسانية لتضامن كان أوطر الدعم الاجتماعي كان مواجبنا نعادل اليوم تحسيسي تبرع بالدم ويوم تحسيسي لمركز ككل نشكر من خلالكم المركز الجهوي تربية والتكوين والأطر والأساتذة والكل فاعلين ومتداخلين في هذه الحملة مبادرة تكرس لقيم التضامن والعطاء التي تميز المجتمع المغربي بكافة مكوناته وفئاته وتبرز الدور الإنسانية والمسؤولية المجتمعية للأطر التربوية كما ترم هذه المبادرة أيضا تازز ثقافة التطوع والتضامن داخل المجتمع في موضوع آخر نبهت وزارة وصحة اليوم الاثنين إلى خطورة عدم التقايد بالتدابير الوقائية الخاصة بكوفيد 19 خصوصا مع التراخ الملحوظ الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة ودعت الوزارة مجددا عموم المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام يصار بالإجراءات الاحترازية واحترام التدابير الوقائية الموصع بها من طرفية لجنة العلمية الوطنية ذات الصلة في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة وصحة اليوم الاثنين أن ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف خمسمائة وخمسون شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد 19 فيما بلغ عدد المتلقين لجرعة الأولى تسعة ملايين واربعمائة وثلاثة وستونة ألف ومائة وتسعة عشر شخصا وذكرت الوزارة في النشرة اليومية نتاج الرصد الوبائي من جهة أخرى أنه تم تسجيل 86 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ومائة وسبعة عشر حالة شفاء وست وفيات خلال 24 ساعة الماضية وتتوزع حالة الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهة الجنوبية بتسجيل حالتين بجهة الدخل ود الذهب وحالة واحدة بجهة العيون الساقية الحمراء والآن إلى جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير استحمد مسيري نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثة من يومية الصباح وكتبت انقلبت تصريحات المسؤولين الإسبانيين رأسا على عقب بعد إشارات من واشنطن عن تشبثها بقرار الاعتراف بمغربية الصحراء إذ قالت أرانشا جونزاليس لايا وزيرة خارجية إسبانيا نحن منفتحون على الاستماع إلى المغرب حول الصحراء بعدما كانت تصر قبل أيام على أن موقف مدريد ثابت ولن يتغير واعترفت جونزاليس لايا في حوار مع صحفة لفانجوارديا بأخطاء الحكومة في حق المغرب التي أدخلت بلادها قبل شهر في أزمة قالت عنها لم نكن نريدها على الإطلاق مضيفة إننا نريد اليوم الخروج من هذا المأزق في أسرع وقت ممكن وسنعمل حتى يتم إنشاء مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقة التي سيتطلب ذلك حكمة كبيرة من جانبي صحيفة جودا الإلكترونية كتبت ذكرت مصادر أن مخيمات تندوف تعيش على وقع احتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مجموعة من الخيام لمدة تجاوزت الأسبوع وطلب المحتجون قيادة البوليساريو بتوفير الكهرباء ورفعوا لافتات عبروا فيها عن مطالبهم غير أن ميليشيات الجبهة واجهت تلك الاحتجاجات بالقمع ونشر قواتها بعدد من أحياء ما يسمى ولاية العيون لإسكات تلك الاحتجاجات صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غدين الاثنين أعرب رئيس مجلس النواب الشيلي وعدد من الرؤساء السابقين ونواب البرلمان الشيلي عن دعمهم وتقديرهم لما تقوم به المملكة المغربية في مجال الهجرة مشيدين بقرار جلالة الملك محمد السادس تسهيل عودة جميع القاصرين المغاربة غير المرفقين الذين يتواجدون في وضعية غير نظامية في بعض البلدان الاتحاد الأوروبي جاء ذلك في رسالة توصل بها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أكد فيها أعضاء مجلس النواب الشيلي أنه ليس من باب صدفة أن يختار رؤساء الدول والحكومات بالقارة الإفريقية صاحب الجلال المالك محمد السادس رائدا في مجال تدبير الهجرة في إفريقيا كما أنه ليس من الصدفة أن المغرب هو البلد الذي يحتضل المرصد الإفريقي للهجرة وشدد أعضاء مجلس النواب الشيلي على أنه لا يمكن إنكار دور المغرب في محاربة الإرهاب والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية مما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار جيرانه في الاتحاد الأوروبي ونختم جولتنا الصحفية في جديد الصحف الصادر يوم غد بصحيفة فاس بريسا الإلكترونية حيث كتبت أكد حزب العمال أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين قاطعوا الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثاني عشر من يونيو حيث جددوا رفضهم المطلق للوضع السائد بالبلاد وتمسكهم برحيل النظام وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال من أن نتائج اقتراع الثاني عشر من يونيو ستفاقم الأزمة السياسية بإنتاج مؤسسات تزداد هشاشة أكثر فأكثر انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مع الوافي الصياد والسالمي والحيمد عن سنين تنايزه 57 عاما الفقيد ينتمي إلى قبيلة تيتوسة المجمعة ومسعود كما انتقل إلى رحمة الله الفقيد دهز مركان جمال والأحمد والإبراهيم والمعلام مع العمر ينايزه 43 عاما الفقيد ينتمي لقبيلة زوافيد وانتقل التلع في الله تعالى المرحومة ليلة مباركة من تسعلي والسيد مبارك والسيد محمد عن عمر يناهزه 89 عاما فقيد تنتمي لقبيلة تشرفاء رقيبات البهات تقمض الله الجميع بوسع رحمته واسكانهم من فسحة جنانه والهم ذويهم الصبر والسلوان وإنه لله وإنه إليه راجعه اللحظة إلى الورقة الخاصة بأحوال التقس والتوقعات غدا بمشيئة الله إذ من المرتقبي أن تظل الهجواء وغس تقارة عن العموم عسماء القرية الصحب إلى صافية بالمتغدر كمتغدر حارة المرتقبة غدر إن شاء الله 22 بياريبات بباقي المناطق ستتباين درجات الحرارة واستراوح ما بين 22 بيسيدي إيفني 24 بكوليمرة طنطان وطرفاية 23 بالعيون وبجدور بباقي المناطق 24 بالداخلة 34 بالمدريقة وكذلك بيكتة زامور 33 بالقويرة 39 مرتقبة بأعصر أما على حالة البحر وعلوم موسى سيكون البحر قليل الهجان منها يسرع ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف شرق الشمس يوم غدين إن شاء الله سيكون على الساعة السابعة والدقيقتان العروب على الساعة الثامنة وخمسة وارعون حالة تقص بعض العواصم والمدن المجاورة 32 من وكشة العاصمة الموريتانية 41 بأنواع المورد ولمن فاتته مضامن هذه النشرة إليكم مبرز العناوين أكاديمية جهة الدخل ودي الذهب في الصدراء ضمن نتائج المتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا على السعيد الوطني وضمن نشرة تابعنا أكاديمية جهة جريميم وواد لون تحتفي بالتلميذة صاحبة على معدل في امتحان الباكالوريا على سعيد الجهة ومن العيون تابعنا على أطر والأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي بماهن التربية والتكوين بالعيون ينخلطونها في حملة ثانية للتبرع تهتي النشط الإختارية في عملنا ترجمة نانسي قنقر